طيب ليه ما كتبش في البيانة مبارح حصل تصويت؟ ليه راح لفكرة السنغال انسحبت؟ اللي بيدفعوا عن الديمقراطية ويقول لي المغرب فازت بالديمقراطية اقول له عفواً البيانة الرسمة مبارح ما قالش ديمقراطية البيانة الرسمة مبارح ما ذكرش التصويت ولو انت واخد موقف قوة في التصويت ومتسجل في المحضر الاجتماع كنت نشرته في البيانة الرسمية لكن انت رحت لسكة عشان انت ماشي غلط قلت السنغال انسحبت يعني السنغال بتنسحب يوم 8-5 وبتعلن المغرب هتنظم النهائي وانت عارف مين اطراف المباراة النهائية بنسبة كبيرة هل ده ما يخليش الناس وهي بتفكر ما تقولش ان هنا فيه شبهة تلاعب فيه التوقيت اللي اتاخد فيه القرار شبهة ان الناس شايفة ان الفاينال يكون في المغرب ممكن لهدف محدد بالنسبة الاطراف تانية بكل دي اراء ووجهات نظر صحفيين كتير عبر المواقع الافريقية بيكتبوها يعني ده مش كلام رسمي مثلا احنا بنقوله او مش موقف رسمي احنا بنقوله ده كل الناس بتتكلم في الاطار ده من مبارح الافرقة كلهم بلا استثناء ولو دخلتوا على تويتر وشفتوا الصحف الاوروبية والعالمية واكبر اللعيبة الاوروبيين كلهم بتتكلموا عن هذا الاطار الكل بيتكلم في الفكرة دي اذا هتتكلم على الديمقراطية اقولك اسف البيانة الرسمية ما قالش فيه ديمقراطية بدليل ان ما قالش انه حصل تصويت بدليل انه محدش كان عنده الشجاعة انه يقولك كان فيه جلسة 23 ابريل حصل فيها تصويت لان التوقيت اللي حصل فيه تصويت توقيت غير سليم ده بعد نهاية مباريات دور الربع النهائي دي نقطة النقطة التانية لما تتفاجئ النهاردة الصبح وانت بتتكلم مع عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الناس تقولك خلاص احنا خدنا المغرب ايه المشكلة؟ وبعدين احنا عندنا مشكلة في الكونفيدراليه ده ناجيريا انسحبت نقول لهم لا ناجيريا ما انسحبتش ده السنغالي انسحبت قالوا ايه السنغالي انسحبت انسحبت امتا؟ احنا تبلغنا انه ناجيريا انسحبت اما جو بينك عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي والافريقي ورئيس الاتحاد النيجيري في اخر اجتماع بلغنا انه هو انسحب محدش قال لنا للسنغالي انسحبت نقولوا ما جماعة ارجعوا للبيان الرسمي اللي منشور على موقع الكاف مكتوف في ان السنغالي انسحبت فبالتالي واضح أن فيه ناس في المكتب التنفيذي ما تعرفش أنه فيه قرار اتخذ بناء على انسحاب السنغال